سلام عليكم اهلا وسهلا بيكم ازايكم يا احلى واجمل بانليات يا رب دايما تكونوا بالف صحة وبالف خير بازن الله النهاردة هنعمل مع بعض حلقة لطيفة وسريعة وخفيفة بس مفيدة جدا عشان خاطر الغلاء اللي احنا في دلوقتي والبنات بتسأل يا ترى اللي سبونش الجاهز هو الاوفر ولا اللي سبونش اللي بديه العادي اللي هنعمله بالمحسن ولا يا ترى لده ولا ده وممكن يطلع في الاخر مثلا اللي سبونش اللي بالبيض والسكر والدقيق بس من غير محسن من غير آآ بيكن جبادر من غير اي حاجة طيب ايه يا ترى فيهم برضو مع الموضوع ان هو هل بيوفر ولا مش بيوفر هل يا ترى آآ مين فيهم صلاحيته احسن مين فيهم طعمه افضل مين فيهم بيقعد في التلاجة وافضل حفظه يوم واثنين وثلاثة واسبوع وعشر تيام ويفضل استيل فرش وزي الفل واشتغل منه ايه الاخبار في النقطة دي ده اللي احنا طلعين نقوله النهاردة قبل بس ما نبتدي الفيديو اللايك وشير عشان يوصلك كل جديد ولو لسه مشترك جديدة معايا في القناة فعلي زر الجرس عشان اول ما ينزل فيديو تبقي من اول الناس اللي شافته يلا نقول بسم الله ونبتدي على طول مع بعض اول حاجة انا معايا هنا النوع كتبة دي عادي بدون محسن بدون بيكنج بوتر اللي هو ايه اللي هو بيكون عباره عن بيض ودقيق وزكر بس كده طب المقاس هنوحد المقاس في الثلاث مقارنات يعني هعمل هنا مقاس عشرين وهنا برضو مقاس عشرين وهنا برضو مقاس عشرين عشان تبقى المعادلة يعني ناصفة اول حاجة بالنسبة للمقادير والتسعير في الديق العادي لو انا هشتغل مقاس عشرين انا هستخدم عشرة بيض هستخدم تلتمية جرام سكر وكمان هستخدم ربعمائة جرام دقيق مش هستخدم بيكنج بودر مش هستخدم محسن مش هستخدم اي حوارات من دي طيب في الديق العادي اللي بالمحسن لأ انا هستخدم فيه اربع بيض مش عشرة بيض فطبعا اوفر في البيض هستخدم اتنين كيس فينيليا ممكن كيس واحد لو تحبي وكمان هستخدم نص كباية سكر يعني ميت جرام سكر وكمان هستخدم 18 جرام محسن جلب يعني معلقة كبيرة ممسوحة معلقة كبيرة ممسوحة وكمان هستخدم كباية وربع من الدقيق وكمان هستخدم نص كباية مية وكمان هستخدم كباية وربع دقيق يعني تقريبا تقريبا 170 جرام وكمان هستخدم معلقة ممسوحة بيكنج بودر معلقة كبيرة ممسوحة بيكنج بودر حلو الكلام حلو الكلام طب هنا هستخدم ايه؟ هنا هستخدم خمسة بيض هستخدم عليهم 400 جرام من الديل سبونش وكمان هستخدم عليهم يعني معلقة صغيرة مليانة وكمان هستخدم تلت كوباية من المية تلت كوب من المية الساعة حلو الكلام حلو الكلام يلا نسعر العشرة النهاردة بخمسة 300 جرام سكر كيلو السكر النهاردة بخمسين جنيه يبقى 300 جرام دول بخمستاشر جنيه 400 جرام دقيق كيلو دقيق النهاردة بعشرين جنيه يبقى 400 جرام بتمانية جنيه نجمع ده كله مع بعض يطلع التكلفة معايا 73 جنيه حد هيقول لي طب يا روعة معامل الغاز والهلك والمية الكلام ده كله مشترك في التلاتة يعني هنزود هنا هنزود هنا هنزود هنا فكله هيزيد في التلاتة فما لهاش لازمة طالما انا عايزة اعرف اساس المقدار ده اللي اوفر ولا ده اللي اوفر ولا ده اللي اوفر فهمتيني انا بس بحسبلك المقادير ايه طيب هنا دي العديل بالمحسن لما هعمله مقاس عشرين هستخدم فيه اربعة بيض بعشرين جنيه ادي عشرين ودي الجنيه هستخدم كمان اتنين كيس فانيليا باتنين جنيه نص كباية سكر يعني 100 جرام يعني 5 جنيه هستخدم 18 جرام محسن جل باتنين جنيه وستين قرش وهقف هنا وقفه عشان جالي سؤال بيقول لي كيس المحسن الجل اللي هو البونوس صغير باتناشر جنيه النهاردة وتقريبا ما فيهوش غير معلقة ولا معلقتين انت ازاي حسبة ان معلقة معلقة ممسوحة محسن باتنين جنيه وستين قرش بص يا ستو كل انا ما بشتغلش بالكياس الصغيرة لانها غير موفرة على الاطلاق وبيحصل فيها شبه شبه سرقة كده بمعنى ايه بمعنى ان انا اذا ده انا هجيب كيلو محسن جل بمية واربعين جنيه لا 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 غالي هاتي كيس صغير ده باتناشر جنيه انت لو جتي حسبتيها هتلاقيه ان هو يعني يعني فيه استهبال في السعر بالنسبة للكيس الصغير ده كيلو المحسن الجل بونو من المتحدة بمية واربعين جنيه الكيلو ده الف جرام طيب يعني معنى كده انه كل مية جرام باربعتاشر جنيه معنى كده انه كل عشرة جرام بجنيه واربعين قرش معنى كده انه كل تمنتاشر جرام باتنين جنيه وستين قرش يعني صباح الفل صباح الفل مفيش الاسعار اللي انتم بتحكوا فيها دي لانكم بتشتروا قطاعي وبتشتروا حاجات صغيرة اشتري من محل جملة اشتري حاجتك جملة واشتري حاجتك كمية مش حاجات صغنانة لان اكيد اكيد هتفرق معاكي في السعر وده اللي انت هتشوفين النهاردة معاكي كمان نص كباية ميا انا عاملة جنبها شرطة مش معنى كده ان الميا ملهاش تكلفة لا بس انا بحسبلك المقادير اللي اشتريناها كباية وربع من الديق يعني مية وسبعين جرام دقيق كله الديق بعشرين جنيه يبقى مية وسبعين جرام من الديق بتلاتة جنيه وسبعين قرش معلقة كبيرة ممسوحة بيكنج باودر كيس البيكنج باودر بتلاتة جنيه معلقة كبيرة ممسوحة بيكنج باودر يعني بجنيه ونص لانه هو فيه اتنين معلقة كبيرة ممسوحة لانه فيه 16 جرام يبقى 8 جرام معلقة كبيرة ممسوح حلو الكلام حلو الكلام نشوف تسعير ده 5 بيض يعني 25 جنيه 400 جرام دي سبونش جاهز وهنا بقى هنضرب بعض انا عارفة ان احنا هنضرب بعض هنتخلق خنقة كبيرة كل واحدة هتطلع تقولي انا شرياب كذا تانية هتقولي انا شرياب كذا تلت هتقولي لا 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 انا شرياب كذا فالاسعار متفوتة فانا هتديكي الرنج الطبيعي الطبيعي كيلو دي السبونش النهاردة سيرنج من 60 جنيه لغاية 80 جنيه من 60 جنيه لغاية 80 جنيه تمام فانا هشتغل في الرنج الهادي اللي هو 70 جنيه حلو حلو هوسطنها يبقى 70 جنيه يبقى 400 جرام دي سبونش ب28 جنيه حلو حلو 13 جرام محسن جل يعني بجنيه و70 قرش 3 كبيرة مية مش هحزبها يلا نجمع مع بعض احنا هنا جمعنا طلع معايا 73 جنيه هنا لما نجمع مع بعض هيطلع معايا 34 جنيه 80 ارش 34 جنيه 80 ارش طيب لما نجمع هنا معايا هنا 25 جنيه بيض 28 جنيه دي سبونش وجنيه و 70 ارش محسن جل يبقى الحساب هنا كله معايا 54 جنيه و 50 جنيه و 70 ارش حلو الكلام حلو الكلام اوي حلو الكلام اوي كده من هذا المنطلق اذا اوفر حاجة عندك هي الديق العادي لب المحسن 34 جنيه و 80 ارش بعده دي سبونش الجاهز بـ 54 جنيه و 70 ارش يعني 20 جنيه فرق بين الاتنين 20 جنيه فرق بين الاتنين وده مش فرق قليل ده فرق كبير كبير انت اولى بيه طيب لما نشوف بقى ده هنلاقي 73 جنيه وده فرق كبير اوي اوي بين ده وبين ده يعني حوالي 40 جنيه فرق بين هنا وبين هنا فطبعا فرق كبير واللي عامل الفرق ده هو سعر البيض طيب يبقى احنا كده لما نيجي نوفر هنشتغل في ايه لما هنشوف البند بتاع التوفير يبقى لما نيجي نوفر هنقول ان ده هو اوفر 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 حاجة طيب بالنسبة للجودة والصلاحية يعني ايه الجودة والصلاحية يعني ايه هو اكتر حاجة فيهم بتقعد معايا في التلاجة يبقى انها فرش وطازة حتى لو قعدت يوم واثنين وثلاثة واسبوع وعشرة كلمة عشرة انا بقصد بها عشرة انا اطول مدة قعدت فيها كيك في التلاجة ما بتكلمش على الفريزر كانت 12 يوم اكتر حاجة تكسب في دول كلهم هو دقيق الاسبونش الجاهز بالنسبة للجودة والصلاحية يليه الديق العادي بالمحسن ممكن يقعد لغاية 5 تيام او اسبوع كمان هنا بيقعد لغاية 12 يوم اما بقى بالنسبة للديق العادي اللي بدون محسن وبدون بيكنج بودر ده صلاحيته يومين فقط في التلاجة يعني اليوم اللي انا خبسته فيه وتاني يوم انا هشتغله فيه ليه يا روعة هل معنى كده انه هو هيبوز بعد يومين هو مش بيبوز بس الفيصل بالنسبة لي هو الكيك باين عليه النبايت ولا مش بايت باين عليه النبايت خرج معايا برا الخدمة طالما باين عليه النبايت ما ينفعش طلعه اردر ابدا اخري حاكله انا في البيت كعقابي عايشة انما ان انا اطلعه كاوردر لا فهو الاسف صلاحيته ضعيفة هو اليوم اللي تخبس فيه تاني يوم يخرج فيه ما بقعدوش اكتر من كده لو هعمل بالتيكنيك ده لانه بيبان فعلا انه بايت لانه ما فيهوش اي محسنات كله فرش كله طبيعي فما فيش اي حاجة تخليص تحمل معايا القعدة شوية في التلاجة طيب بالنسبة للتوافر يعني ايه التوافر يعني ايه اكتر حاجة من الحاجات دي متوفرة وموجودة وقدر يعني احصل عليها بمنتهى سهولة طبعا الديق العادي اللي بدون محسن وبدون بيكنجيبودر لانه كل خماته في البيض عبارة عن بيض دقيق سكر شكرا فيش اي حاجة تانية فده اكتر حاجة متوفرة دي العادي اللي بالمحسن لحد ما المحسن شوية متوفر عن مين عن اللي دي اللي بسبونش الجاهز لان اللي زبونش الجاهز تقريبا هو مش موجود غير في مصر بس فالجماعة اللي في الدول العربية بيشتكوا انه ما عندهمش خالص حاجة اسمها دقيق سبونش جاهز حتى ما عندهمش الخلطات بتاعة الباستري وبتاعة الموس والحاجات دي كلها مش موجودة عندهم المغزة المغزة من الليلة دي كلها انك تعرفي ازاي توفري وازاي تعملي حاجة كويسة فاللي هنلاقيه راكب هنا الدنيا قوي هو دي العادي المحسن شمعنا سعره فوق الممتاز صلاحية كويسة وهو دا المطلوب اتمنى حلقة النهاردة تكون حلقة مفيدة وشفتوا فيها بالارقام ايه اوفر ايه افضل الدنيا ماشية ازاي معنا اللهم اتقبلوا صدقة علم جارية اللهم اجعلوا علم ينتفع به اللهم اجعلوا سبب فرزق بنات كتير اللهم انت المرجوع في كل شيء ما تنسوش اخوانا دايما 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 من الدعاء ربنا يرفع عنهم الكرب يا رب ويثبت اقدامهم وننصرهم اللهم امين نصر عزيز مقتدر على القوم الكافرين اللهم امين 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 حسبنا الله ونعملنا كيف يلا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته